كلما كانت الصدقة أدوم كان ثوابها أعظم ونفعها أعم وذلك كله وأكثر يتحقق بالوقف الخيري فالمساجد والدور والأراضي الموقوفة ينتفع بها الأجيال بعد الأجيال مئات السنين ولذا امتنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قسمة الأرض المفتوحة على الغانمين لينتفع بها الأجيال التالية قال عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غيبر أي لكن النظر لآخر المسلمين يقتضي ألا أقسمها بل أجعلها وقفا على المسلمين ويبقى ثواب الوقف لصاحبه على مر السنين قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني النجار لما اشترى المربد ليبني عليه مسجده يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فكل من يصلي أو يتعبد في المسجد النبوي عبر العصور لهم به أجر لأنهم أوقفوا أرضه حسبة لوجه الله تعالى والأوقاف تحقق تداول المال بين الناس فلا يكون قاصرا على الأغنياء قال تعالى مبينا الحكمة من توزيع مال الفيء على عدة أصناف كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم أي لألا يتداوله الأغنياء ولا ينال أهل الحاجة نصيبا منه فمن مقاصد الشريعة أن يكون المال دولة بين الأمة الإسلامية على نظام محكم وتعد الأوقاف مخزونا استراتيجيا للمجتمع بالحاجات والأزمات يستفيدون منها ويأكلون من ثمرتها فهي سبب لتحقيق الاستقرار في حال اضطراب الاقتصاد والوقف وسيلة نافعة لتحقيق التكافل الأسري والاجتماعي تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى وفي الأوقاف تربية للأمة على تحقيق الاكتفاء الذاتي لسد حاجاتها فلا تحتاج في ذلك إلى أعدائها والوقف دليل على صدق الإيمان والمحبة لله ولرسوله فالصدق لاسيما الدائما وهي الوقف دليل الصدق قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم اشتركوا في القناة